يوم حزين للعرب الحظ ولا وهرب تأهل ما فماش نصور كرطاج تتوقف عن التحليق في سماء الدوحة الكانجرو يعيق النصور عن التقدم بولندا المختصر المفيد والأخضر السعودي تألقه يستحق التمجيد فرنسا تصيح بالعرب الفصيح وتعبر بحر الدنمارك المريح ياريتنا كنا معاهم لايك واشتراك وشوف الوراق ما فائدة أن تكون نسر لا يستطيع الانقضاء والطيران الكانجرو يقفز قفزة عملاقة في ترتيب المجموعة مباراة تونس والستراليا في ملعب الجنوب انتهت بتقدم استراليا وفوزها 1-0 على تونس أحرز هدفة استراليا ميتشيل دوك في الديئة 23 شوت أول استرالي خالص باستثناء يعني تطور تونسي بسيط في الدقيقة الأخيرة من الشوت الأول استراليا هي البادية والبادية دايما أخطر أحرزت هدفة عن طريق دوك في الديئة 23 وسيطرت بعدها إلى أن انتهى الشوت الأول بهدف تقدم استرالي بحث وما فيش أي رد فعل تونسي يعني يعبر عن أنهم عاوزين يصعدوا للدور اللي بعد كده لما تغير الحال في الشوت الثاني الذي لم يقدم فيه المنتخب التونسي ما يستطيع له أو ما يشفع له لإدراك التعادل اللهم إلا بعض محاولات على استحياء لتزار تونس بأداء باهت وكأنها نصور لم تستطيع الطيران لينتهي اللقاء بفوز الكانجرو الإسترالي على نصور قرطاج بهدف مقابل لشيء نروح بعد كده للمباراة اللي كانت قوية النهاردة وقوية جدا سعودية ضد بولندا 2-0 في ملعب المدينة التعليمية أعرز الهداف زلينيسكي رقم 20 وليفندو فيسكي رقم 9 الأخطر السعودي يلعب وبولندا المحظوظة تكسب إلى متى ستظل أوروبا متفوقها على العرب حتى وهم في أسوأ حالتهم وكأن لهم كل شيء في الدنيا ولنا للآخرة والآخرة خير وأبق الحقيقة أنه محدش يقدر ينوم على العيال لعيبة رجالة السعودية عملوا مباراة قوية شعرنا فيها أنهم بيلعبوا جمهورية بولندا العربية أظهروا أن بولندا فرقة ضعيفة في شوط المباراة الأول وأن هي فرقة عادية جدا والحق يعني السعودية تسايدة الموقف في أغلب أحداث المباراة كانت أكثر رغبة في الفوز وأكثر تضيع للفرص وأكثر هجمات حكم اللقاء من وجهة نظري أخطأ عندما لم يطرد لاعب من بولندا بعد تدخله بكوع اليد في وجه اللاعب السعودية اللاعب ده لو كان اضطرد كان ممكن المباراة تتغير تماما شوط أول سعودي بالكامل باستثناء هدف زلينيسكي بأسست ميلين فاندوفيسكي في ديئة 39 عكس الطيار تماما لم تستسلم السعودية واستمرت في السعي لإعراز التعادل إلى أن تحصل صالح الشهري على ضرب الجزاء في ديئة 42 من عمر الشوط الأول للسعودية لكن سرعان ما تحولت فرحتنا إلى حزن بعد إهدار سالم الدوسر إليها بعد تقالك شزني اللي بيغزني مرتين لأنه صد متابعة الكرة من محمد البريك الشوط الثاني كان أيضا سعوديا ولكن بمقاومة بولندية في بعض الهجمات التي كانت نتيجة الاندفاع الهجومي لتعديل النتيجة حتى أن الحظ تعاطف مع السلطان الغنام والقائم أنقذ مرمان من هدفين محققين هدرت السعودية العديد من الفرص وأدى لعبوها أداء بطولي البريكان المميز والشهري والدسري وسعود وكنو والبريك والملكي إلى أن أخطأ الملكي غلطة العمر أمام السفاحة فاندوفيسكي ليحرز الهدف الثاني ويقضي على أملنا في التعويد يبقى الأمل في موراة المكسيكي الأخيرة تفوز السعودية وتريح وترتاح ولا تنتظر هدايا من أحد بيدي لا بيدي عمر لا تحزنوا ولا تيأسوا ارفعوا رؤوس يا لسقور يقدر معك الله نروح بعد كده للمباراة بتاعت فرنسا والدنمارك ملعب 9-7-4 الفايكينج وغدين بينج الديوك تصيح بصوت عالي في الدوحة فرنسا أول الصعيدين الشوت الأول كان شوت متوازن مع تفوق بسيط فرنسي الدنمارك لم تظهر في كاس العالم بأداء قوي وكانت يعني منتخب ضعيف جدا وفرصة المنتخب التونسي كانت ممكن تبقى أكبر من كده وكان ممكن يصعد في المجموعة دي لكن لسه فيه أمل في آخر مباراة نعم أمل ضعيف أن هي تكسب فرنسا ولكن الأمل موجود لم يشكل الفريقان خطورة كبيرة على بعضهم البعض ولكن تشعر فرنسا أكثر رغبة وأخطر من الدنمارك لينتهي الشوت الأول بتعادل سلبي بين الفريقين أما أحداث الشوت الثاني استمرار الحال كما هو عليه في هذا الشوت زي الشوت الأول بالضبط إلا أن تمكن لجم فرنسا إمبابي في ديئة 61 من إحراز هدف التقدم الفرنسي لم تمر إلا سبع دقائق لتعود دينمارك بهدف التعادل وتطفئ فرحة إمبابي وفرنسا عن طريق هدف للاعبها أندرياس كريستنسن لعب البرسة ثم اشتد الوطيس وارتفعت حرارة اللقاء والهجمات المتبادلة بين الفريقين هجوم فرنسي ومرتدات دينماركية إلى أن تمكن مجددا إمبابي من استغلال أو من إشعال الفرحة ورفع درجة حرارة اللقاء وملعب 974 أكثر مما هو مشتعل بهدف تاني في ديئة 86 يغتال به أمال الدينمارك لتكون فرنسا هي أولى الصاعدين في دور ال16 لو لسا تسمعوني حد هنا أنتم أحسن جمهور وأحسن ناس صلوا على الحبيب واشوفكم إن شاء الله في اللقاءات جاية اشتركوا في القناة